من هو قريبه؟ فعاوز يعني اليوم صار في حروب شائكة حتى بين المؤمنين والحقيقة أنه إحنا لازم نهتم بالإنسان كإنسان وإذا اعملنا الإنسان مش إنسان هنا يبتدأ الشر هنا يبتدأ العنف والقتل والتقليل لكن لاحظ أنه الرب يسوع المسيح قال تحب يعني قريبك كنفسك من يبغد أخاه فهو قاتل نفس فإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم فإن الخطاء أيضا يحبون الذين يحبونهم فإذن السؤال الحقيقي أنه أنا إيش دوري في هذا الموضوع وعايشين من حارب بعضنا البعض ومن جادل بعضنا البعض وناس عم بتموتوا عم تهلك بتهلك حرفيا بسبب عدم اهتمامنا طبعا السامر الصالحية مدرسة بحد ذاتها ويعني أنا شخصيا أكتر من عشرين وعظة عملت على بس هذا الموضوع يعني بتشوف شخصية اللصوص الذي يأخذ ولا يعطي بتشوف الكاهن واللاوي الذي لا يأخذ ولا يعطي يعني غير غير مكترث ما عندهش أي اهتمام وأغلبية الناس حتى المسحيين بتسمع وتشوف لكن الشاطرين إنه نعلق بدون ما أعمل شيء افعل هذا قالوا افعل هذا فتحيا ولما أنهى المثل قال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا فالمسحي مش كلام مش مجرد لهوت نعد نتجادل في كل المسائل اللهوتية والناس عم بتضيع منا حرام الناس بغزة عم بتموت الناس في لبنان عم بتموت فكتير مرات إحنا لازم نرفض الشر ونقاوم الشر ونتكلم ضد الشر أحبائي يسوع المسيح ناصر العدالة الاجتماعية حارب العنصرية حارب التمييز كان يميز كان المجتمع يميز بين الرجل وبين المرأة وإنه من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لإمرأة فراح المسيح رفع شأن المرأة فهي ليست ناقصة عقل هي مخلوقة على صورة الله ذكر وأنت يعني في نفس المستوى المسيح عامل الأطفال دعوا الأولاد يأتون إلي اهتم بإحتياجات الناس اهتم بالأرملة اهتم بالأبرص اهتم بالأعمى اهتم بالفقير اهتم بإحتياجات الناس أشبع الجموع مش كان مجرد تعليم نظري من غير تطبيق عملي والسؤال إحنا شو عم نعمل اللي عم نشوفه في الشرق الأوسط كم من الساعات نصلي وكم من المساعدات اللي ساعدنا فيها مساعدات إنسانية أم نحن أصبحنا فلاسفة وحكماء متخصصين بالكلام يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل لا والحق بتشوف أخوك محتاج جاكيت أعطيه بتشوفه محتاج جعان طعميه الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد إخوة الأصاغر فبي فعلتم اهتمام بالاحتياجات باحتياجات الناس هذا السامري لم يفحص شو خلفية هذا الإنسان أو شو نوعه لكن كشخص مليان محبة مليان شفقة مليان رحمة كلمة رحمية من الرحم الأحشاء مليان رحمة ساند وساعد وتكفل بكل مصاريف هذا الاحتياج ترجمة نانسي قنقر